السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قلب مشروع البساتين الأشغال على قدمين واساق كل شي يتسنق وقتاش يبدأ تسليم وكن نقول لكم تبارك الله شوقاق رومفينين ناضين واجدين بقاء غير الموعد تسليم المفاتيح وعملية الهدم هنا كنهضر على السيكتور جوج السيكتور ثلاثة والسيكتور الرابعة اللي خدامين فيه بواحد الكتافة ديال العمال تبارك الله ما شاء الله واللي الأمور رهها غتبشر بالخير إن شاء الله في قادم الأيام مشروع البساتين تبارك الله تسليم على الأبواب قريبا إن شاء الله حتى من الجانبات ديال مشروع البساتين فكنشوفوا الطرقان هنا من الجهة الغربية من جهة المشروع ديال الريف فالطرقان بدأوا يحطوا الطرطوار حتى هنا وغادي تبدأ عملية دسفيت الشوارع والسباغة ديال الواجهة ديال العمارة هنا واحد سبعين في المئة ديال العمارة ديال الريف سبغوهم واحد تمانين في المئة ديال السيباغة ديال المشروع البساتين سبغوهم يعني الأمور راغد الحمد لله في الطريق الصحيح نطلبوا الله تيستر الأمور أكيد أكيد الناس مساكن تقهرو في البراكة مع البرد مع الشتماعة تكرفيس وخصوصا من نجاة عملية الهدم من نجاة عملية الهدم زادوا الناس تكرفسوا شوية مع الشقان ديال الحيوطة وهذا هاتش اللي زاد طين بالله ولكن صبروا جميل والله نمستعان الناس صبروا سنوات ومن شاء الله غيزيدوا صبروا واحد شوية باش الأمور تمشين بزيان نطلبوا الله يديرلي فيها الخير هنا غندخلو ده بالداخل ديال الباساتين الداخل ديال الباساتين كما سبقوا شرنا لكم فالصباغة النهائية ديال الواجهات ديال العمارة والجانبات فالحمد لله انطلقت منذ أسابيع يعني كنقول لكم السيكتور جوج ناضي السيكتور جوج ناضي الحمد لله ثلاثة كذلك أربعة في الطريق يعني رأى اللمسات الأخيرة يعني القرعة القرعة ده باللي غتجي إن شاء الله في القادم غتكون جي أش سانك جي أش سيس جي أش سات يعني جي أش دو جي أش طروا جي أش كات غدي تسلموا فيهم اللي كانت هذه القرعة ديال ديال دوار أولاد مطاع الغربية وسيدي محمد الشريف اللي صراحة كان أغلبية يخذو في السيكتور ربعة وكي اللي يخذفين في السيكتور جوج وثلاثة يعني الحمد لله الأمور رغدا مزيان نطلب الله تيستر الأمور واللي ما عندوش يا ربي باش يخلص يا ربي تفتح لي ببند الخير فهذا النار الكبير عندك يا ربي وكأنشكروا السلطات المحلية المجودة الجبارة اللي كيقوموا بها حتى وما والله يصخر الأمور الجامعة الله يصخر الأمور الجامعة ما تنسوش الاشتراك في القناة والبارتاج باش يوصلكم كل جديد وان شاء الله غد نواكب معكم كل كبيرة وصغيرة والله يصخر الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة